بعد إعلان خلية الأزمة المشكلة لمكافحة فيروس كورونا حضرت تجوال لمدة يومين في محافظة نينوى سرعان ما اتجه المواطنين إلى الأسواق والمخابز بغية التسوق وتخزينها ارتفاع الأسعار المفاجئ للمواد الغذائية والخضر خلال ساعات معدودة من الإعلان إلى الضعف من قبل تجار الأزمات وضعاف النفوس أثار السياء الأهالي من هذه التصرفات والذين طالبوا السلطات إلى التحرك أنتوا سويتوا هاي الأزمة الناس اتدمرت الأسواق المحلات الطماطة كانت بخمسمائة دينار الساعة صارت بل فيين دينار أساعة حاليا بل فيين دينار زين الفقير منين يأكلوا منين يجيب ارتفعت الأسعار على مد يومين منع تجوال كيلو البصل بل فيين دينار كيلو الأسود بل في دينار كيلو الطماطة بل في نص الفقير وين ينطي وجهه؟ كله على مد يومين منع تجوال وعلى مد المرض الكورونا الله وكيد والتجار استغلوا هاي الفرصة محافظ نينوى بدوره أكد أن القرار جاء لإعطاء مجال أوسع للفرق الطبية بأعمليات التعقيم والتعفير الصحي للأماكن العامة والمؤسسات الصحية مؤكدا أنه وجه السلطات بمتابعة مستغلي الأزمات والذهاب بهم إلى القضاء الهدف الرئيسي من هذا القرار أنه الكوادر الصحية والكوادر الساندة إلها تقوم بتعفير الأماكن العامة وغيرها لغرض اتخاذ أقصى ما يمكن للحيلولة دخول دون دخول هذا الفيروس إلى محافظتنا هناك ضعاف نفوس دائما يستهلون هذه المواقف ونحن وجهنا السلطات المعنية أيضا بالخروج لمراقبة مثل هؤلاء وتقديمهم إلى المحاكم ما بين مواجهة فيروس كورونا الآخر بالانتشار في العراق والخشة من وصوله إلى نينوى التي تشكو من واقعا صحيا متهالك لدمار بناها التحتية تبقى الآمال كفيلة بدفعه عنها من الموسى القاسم الزيدي التغيير